لأول مرة شايف الأمور من ناحية تفاولية كتير أنا أعتقد أنه مش دغري بعد مجلس نواب ولكن بدأ الطريق الصحيح لإعادة لبنان إلى ما كان عليه بالسابق آملين أن يعود بس بأسلوب منتج وليس ريعي لأنه أثبت للجميع أنه سياسة الاقتصادية كانت متبعة بثلاثين سنة فشلت هناك سياسة اقتصادية جديدة في بعض الأمور رح نخدها أكتر من اللي نحن عايشين فيه ما بعتقد بعد الشعب إيمانا يعني هيدا أسوأ شيء نحن عايشينه هلأ ما بعتقد بعد في شيء أسوأ من اللي نحن عايشينه رح نروح إلى شوي تحسن تدريجي بطيس يعني هيدا اللي بحب أني هلأ ظهروا بختامها المؤلاء لأنه قبل ما نطلع على الهواء كتا عم تحكي لي عن شيء له علاقة بنظرة تفاولية لها علاقة بالوضع المالي والاقتصادي بالبلد بالوقت اللي الكل عم بروح على التشاؤم يعني هيدا التفاؤل منطلق من شو هيدا التفاؤل منطلق إذا نحكي واقعيا لا واقعيا أنا من بعض الأمور اللي بسمعها ببعض المجالس أولا وبعض الصدقات الشخصية مع بعض الأشخاص زائد بالأمور الأقليمية اللي عم تصير هناك وضع أقليمي إلى تحسن بالمنطقة كلها هناك وضع عودة السفراء الخليجيين إلى لبنان هناك خبريات عم نسمعها وديعة بـ 3 مليار و 2 مليار من السعودية باللبنان هناك سوريا وإعادة عودة العرب إلى سوريا تواصل السوري الإماراتي خاصة واحد هناك كمان حتى تركيا عم تحاول ترجع على سوريا يعني المنطقة بكل كل عم تهدى في منطقتنا والصراع عم بينقل إلى مكان آخر هناك الاتفاقية النووية مع إيران هناك الوزير الخارجية الإيراني عندما قاتل إلى لبنان وحكي مع دوت الرئيس نجيب ميقاتي وعرض عليه المعملين قال له أنتوا بس تمضوا النوية الاتفاقية النووية تعود خدوا معمل بشمال ومعمل بجنوب ألف ميجاوات بألف ميجاوات طب يعني الأمور صارت أنا برأيي إلى بخواتيمة وبرأيي الحلول سوف تبدأ تظهر ما بعد الانتخابات وراء بعد هلأ طبعا بيضال فيه شوية إشكالات عشان ما أحاسب على الشيء شوية نكايات سياسية يعني إذا بدي طلع لي واحد بالخطاب بعده حامله من الألفان وخمسة بدي رجع يحمل لي إياه بالألفان وثلاثة وعشرين يعني أكيد رح تعمل له هاك شوية إشكاليات صغيرة ولكن بيرجع بيقعد على الطالب بيرجع بحله كل شيء بعد عاك الحال بدي أنه هاي اللمحة التفاؤلية يلي عم نختم فيها حديثنا أنا وياك بتمنى أن تكون تظهر بعض الانتخابات النيابية لأنه بالفعل هايدي بتعطي للناس دفع وإيجابية باتجاه يعني هالأوضاع وهالظروف الصعبية اللي عم نعيشا أنا بدي أشكرك الوزير السابق حسن مراد رئيس لايحة الغد الأفضل بيلي بقى على الغرب راشية على هذا اللقاء اليوم أهلا وسلم اشتركوا في القناة